بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله جيل 2005 نبدأ في الحصة التأسيسية الثالثة لمادة الكيمياء المنهاج الجديد إن شاء الله تعالى حصة اليوم كثير جميلة جدا بدي منك تركز معاي وتصحصح رح تستفيد اليوم استفادة غير عن الحصص الماضية السبب إنه في موضوع أنا بهمني كثير في مادة توجيه المنهاج الجديد زي ما بتعرفوا إحنا على أضواب معرفة تفاصيل وكل تفاصيل المنهاج الجديد إن شاء الله تعالى وهذا الشيء أنا متحمس له كثير وحسب موصلنا وحسب معرفة إنه إن شاء الله تعالى المنهاج فخم ومرتب وإن شاء الله تعالى رح يكون شرح السنة مميز عن كل سنة المنهاج يحتاج إلى دقة المنهاج سهل إن شاء الله ولكن مليان مليان شباب صبايا ولذلك لو شفت المواضيع لنحاطها بالدوسية هي تتناسب تماما دوسية التأسيس تتناسب تماما مع منهاج كل جديد يعني الموضوعات اللي هون يعني نقيتها بطريقة صح تتناسب مع منهاج 2005 كيميا سواء كنت علمي أو فرع مهني ولذلك أنت في أيدي أمين أنت إن شاء الله تعالى رح تطلع فايت على المنهاج مرتاح أمورك تمام متأسس صح مواضيع بتهمني في منهاج التوجيهي يعني اخترتها بطريقة صح طيب حصتنا اليوم هي الحصة رقم ثلاث تمام يا علماء وعلماء انتبع علي نحكي عن التراكيز شو يعني تراكيز تعبير يدل على مقياس كمية معين بالنسبة لمادة أخرى في المهروف تمام هذا بالنسبة للتراكيز بشكل عام طيب شو هي أنواع التراكيز أنواع التراكيز لا أنا بهمني وحده رح أشرح لك وحده بالتفصيل ليه؟ لأن هذا الموضوع اللي رح بحكي عنه المهم هو مربوط مال التوجيه أنا نفوتك على التوجيه بصلب إن شاء الله تعالى وأمورك تمام بمال الكيميا بحيث ما تتأثر شو ما كانت الإضافات؟ على المنهاج الجديد أنت فايت مرتاح فايت قوي مع أستاذ قوي بمادة مشروحة علميا صح وذلك كن مرتاح إن شاء الله تعالى أنواع التراكيز أولاً في شيء من يسميه الرحيم هذا من يسمنيه التركيز الكتلي أما المولاري اللي هو التركيز المولاري ورمزه أم كابتال هو اللي أنا بركز عليه هو اللي أنا بدي أياه بمادة التوجيه هو اللي أنا بدي أياه في السنة الجاي بحيث بس نتعرض لمواضيع فيها تراكيز انت تكون مارق عليك الموضوع متأسس صح وبنكمل وين مادة التوجيه طبعا مادة التوجيه مكملة لمادة الاول ثانوي مكملة مادة مين الاول ثانوي بس بنركز بمادة الاول ثانوي على الحسابات بشكل عام وين ما كانت وعلى الكيمياء العضوي وقت الكيمياء العضوي طبعا هذا التأسيس تأسيس غير عضوي كل المواضيع راح ادرسك اياها بالتأسيس تأسيس غير عضوي اما تأسيس العضوية تأسيس الفخم بالعضوية وقت ما نبلش بالعضوية باطلك اياها قبل ما نبلش في الوحدة عشان تكون التأسيس افريش طازة فوت على العضوية مرتاح ان شاء الله تعالى اذا حكينا اثنين مولاريتي ثلاث مولاريتي اللي هو التركيز المولاري انا راح اهتم فقط سمي في التركيز المولاري اللي هو من المولاري لانه موجود عنا منه كثير وين بالتوجيح طيب بسم الله التركيز المولاري عدد مولاريتي المادة المذابة في لتر واحد من المحلوف هذا بشكل عام اكثر الطرق لحساب التراكي اللي هو المولاريتي اللي هو التركيز المولاري هذا من لاحظه كثير راح امر معاك بالتوجيح راح امر معاك بالجامعة ان شاء الله تعالى اللي هو المولاريتي تمام وممكن نحكي عنه مولر ويقاس بحدة مول لكل تر ليه؟ تابع علي يمكن حساب المولر التركيز المولاري او احنا بنحكي عنه مولر تمام؟ من خلال القانون هلا بالعربي التركيز المولاري عدد مولات المذاب على حجم المحلول عدد مولات المذاب على حجم المحلول هذا هو التركيز المولاري طيب يا علماء لما نأتي نكتبه بالطريقة الجديدة المعتمدة المولاري number of soliates على number of solution يعني عدد مولات المذاب على حجم المحلول أن على في المولاري أن على في ويقاس بحدة مول bare liter او بنحكي عنه ممكن يكتبوا هيك مولر او بالعربي مولر نفسها تمام؟ اذا بهمنا تعرف عدد مولات المذاب على الحجم لمين لسليوشن هلا سليوشن معناه محلول والسوليوت معناه المذاب تمام؟ عدد مولات المذاب على حجم لمين المحلول اذا هذا القانون راح نشتغل عليه طب لو طلبك عدد مولات المذاب عن of age of soliates شو بيساوي؟ ما هو عبارة عن مولاريتي ضرب مين البوليوم ويقاس بحدة اي؟ يقاس بحدة مول طب لو طلبك الحجم يقاس بحدة مين؟ لتر لو طلبك الحجم بتقسم بيطلب معاك الجواب بطريقة صحة طيب نأخذ مثال بعد ما بينا أنواع التركيز تعريف التركيز بشكل عام وتعريف المولاريتي أو التركيز المولاري وأخذنا القانون ووحدته نأخذ أسئلة بدنا نأخذ سؤال مباشر اللي هو المثال الأول بعدين ننطلق نأخذ أسئلة بطريقة يعني فيها فيها أنك تفكري شوية يعني خطوتين وأكثر بحكي لك احسب التركيز المولاري إذن المطلوب المولاريتي لمحلول حجم نص لتر لاحظ هذا الفوليوم للمحلول حجم نص لتر يحتوي على واحد بالمية 0.1 مول من الموذب إذن هذا عدد مولاريتي من الموذب عدد مولاريتي الموذب اللي هو number of mol هاي عدد الموذب أوكي أولا المولاريتي مجهولة في المطلوبة number of mol للموذب معطيكي يا واحد بالمية مول الحجم للمحلول نص لتر باش بكتب القانون شو قانون المولاريتي N على V عدد مولات الموذب كم موجود عندك 0.1 هاي 0.1 مول على الحجم خلي الحجم باللتر إذا كان الحجم بألمل بحوله بحوله لإيه للتر طيب 0.5 طيب كده اتعامل معها طلع على اللوح هذا عبارة عن إيه واحد ضرب عشرة قوة سالب واحد على النص عبارة عن خمسة ضرب عشرة قوة سالب واحد شو بعمل بحكي السالب واحد مع السالب واحد بتروح واحد على خمسة اتنين بالعشرة هاي 0. مولر او مول لكلتر ممكننا وكتبها 0.2 مول لكلتر بعض الطلاب ف poreت طيب أستاذ كيف طلعت واحد ع خمسة اتنين بالعشرة قسمها قسمهاゆي أستاذ واحد على خمسة واحد على خمسة بيطلق عشرين او اتنين بالعشرة تمام أو بمكنك تبها اتنين ضرب عشرة قوة سالب واحد مول بير لتر تمام اوكي خلينا نكتب سؤال نفسه انتو تحلو انت ايش تحلو اكتب عندك سؤال احصب التركيز المولاري بوحدة مول لكل لتر لمحلول حجمه 200 مل المداب في 0.4 مول من المداب تمام اذا هاي السؤال ها احصب المولاري تمام لمحلول حجمه 200 مل طبعا بدي المولاري بوحدة مول لكل لتر تمام يحتوي على 0.4 مول من مين من المداب يلا يا جماعة الخير اتفضلوا ورجوني ابداعك انا بس ادرسك اونلاين ما بتفكر اني الموضوع تلقي لا استر بدك تحل بايدك انما العلم بالتعلم بدك تتعلم بدك تشوف الدرس وتلم افكاره وراجعك فيه وانت تحل بايدك ولذلك انا عندي من السنين بعد كل درس في ورقة تعمل بعطيك ايها تحلها بعدين انا بناطشك فيها بحلك ايها فيديو مرتب بعد الدرس بتشوف اخطائك اذا كان كل الجواب الاجوبة صح انت بتكون مبسوط وكثير من الطلاب مثل حنين مثل اسلام مثل لمار مثل محمد عبد الرحمن زيد اتواصلوا معاي متحمسين هذا الجيل جيل كله طاقة جيل كله حماس يسعدين هيك جيل عن جد انا نبسوط على جيل 2005 لانه جيل يعني خارج عن عن اطار انه ما بده يتعلم لا بده يحفر الارض ويطلع باساس قوي ومتين بحيث باذن الله تعالى يشق المستقبل المشرق بجد بجد وتعب سنة هي اساس 12 سنة في المدرس انت بلجت من الصف الاول للثاني عشر تمام بحيث ان شاء الله تعالى كل واحد تيكون يحقق حلمه منكم من يريد ان يصبح طبيبا ممكن منكم يصير مهندس ممكن يكون رجل اعمال ممكن يكون معلم صيدلاني مثلا صيدلاني او دكتور صيدلة ممكن يكون صاحب مشروع هذا كله يحتاج الى علم العلم لا يتوقف والطموح لا حد له فان شاء الله تعالى هذا الجيل الراقي الرائع اللي بيجنن اللي بتواصل معي كثير استاذ احنا متحمسين انتو بتعطوني طاقة بتعطوني حماس غير العادي بحيث انه اطلع كل طاقتي وكل ابداعي مع الفين وخمسة بحيث نصل الى بر الامان ليوم النتائج هذا اليوم اللي اهلك واهلك بستنوا فيه انا اب ولا بخاطب الطلاب بمبدأ الابوه انا اب لولاد اثنين وابنت وانا بحقيها دايما يا جماعة الخير احب لطلابي كما احب لابنائي وان شاء الله تعالى شوفكم فعلى المرات طيب احسب المولارتي لمحلول حجم ويتين مل يحتوي على 0.4 مول من المثال اولا بالدحول الحجم الى لتر المولارتي عدد المولات على الحجم باجع على جنب الحجم ميتين مل هاي ميتين قسم لي على الالف بطلع 0.3 0.2 او لتر اذا اثنين بالعشر ايش لتر هاي طلعنا الحجم باجي بطلع عدد المولار باكتب القانون عدد المولارت كم 0.4 الحجم 0.2 اربعة على اثنين كم بطلع الجوار عبارة عن اثنين المول لكل لتر اوكي اوكي شباب صبايا عدد المولارت معطيك يا بالسؤال اربعة بالعشر مول الحجم معطيك يا بالمل فانا لازم احاوله لتر لان القانون لابد يكون الفوليوم بوحدة مين لتر لان الوحدة عبارة عن مولر او مول بير لتر اوكي تمام الامور طيبة ان شاء الله تعالى طيب روح معي على السؤال السؤال بعده السؤال بعده بدي اعطيكو فيه ستين ثانية رح اقرأه وانت شو تعمل التكتكلية وتطلع للجوار بيقول لك احسب تركيز يعني المولارتين هيدروكسيد البوتاسيوم كيواتش اول ما حكي انها كوتش تمام خضره باذابة 5.6 جرام اذا هاد ايش ماس هاي ماس طاق بالجرام في 0.2 لتر حجم من الماء علما بان الكتلة المولية 56 جرام لكل مو شو بدو التركيز بدو ايش التركيز اتفضلوا معكو ستين ثانية جسد انك تركز والتكتك موضوعك بيصير اوكي موضوعك ايش بيصير اوكي هلا بما انكو تحلو واقف الفيديو بلش حل وبعد ما تواقف الفيديو شوف كلامي كثير من الطلاب اتواصل استاذ شوفنا منهاج رياضيات شوفنا منهاج رياضيات الكيميا كيف يا جماعة الخير انا مطلع على المنهاج وباذن الله تعالى تفاصيل الجديدة بسيطة وكا استاذ صالت زمان بادرس باذن الله تعالى عمورك تمام وزي ما حكيت لكم انا مدرس الكيميا هي علم بجن علم مرتب شو ما اضافوا عليه الموضوع عندي ان شاء الله تعالى طيب اولا شو طالب بيدو المولارتي فلازم يكون number of mole of solute على مين على الحجم للمحلول بكم باللتر الحجم موجود طيب انا بدي اطلع عدد المولات عدد المولات مش الكتلة على الكتلة المولية المولكولية رويت طيب عدد المولات الكتلة كم خمسة فاصة شتة جرام على الكتلة المولية ستة وخمسين جرام لكل مول اذا بطلع عندك 0.1 مول هي طلعنا عدد المولات تمام عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية والله هاي الكتلة موجودة 5.6 والكتلة المولية الموجودة عندك 56 جرام لكل مول طلعناها طب تعال يلا تطبق معاي عدد المولات كم 0.1 مول العجم 0.2 باللتر الان هاذ كيف اتعمل معه نصف اللي هي 1 ضرب 10 قوة سالب 1 ابسط لك اياها 2 ضرب 10 قوة سالب 1 السالب 1 مع السالب 1 بتروح 1 على 2 0.5 مولر او ممكن نحكيها مول بير لتر بيطلع عندك 0.5 مول لكل لتر هيطلعنا تركيز هيدروكسيد الصوديوم المداب في 5 جرامات 0.6 تمام في 200 مل أو 2 بالعشر لتر والكتلة المولية لها هيدروكسيد الصوديوم 56 جرام لكل مول طيب سؤال ثلاث احسب كتلة السكر C6 H12 O6 الطيقة الجزئية للسكر طيب اللازمة لعمل محلول حجمه 2 لتر هذا ايش الفوليوم تركيزه 4 بالمية هذا الموليرتي مولر المن بأن الكتلة المولية للسكر عبارة عن 180 جرام لكل مل شو بده؟ بده الكتلة بده ايش الكتلة طيب شو بتعمل انت؟ بتطلع عدد المولات هلا تطلع هون الموليرتي عفوا الموليرتي مش عبارة عن عدد المولات على الحجم طيب طلع عدد المولى عدد المولات بيساوي الموليرتي ضرب الحجم الموليرتي موجود عندك كم؟ 0.5 0.05 4 عفوا ضرب الحجم كم؟ 2 اضرب ليهم مع بعض كم بيطلع؟ 0.08 الموضوع صار عندك مول طلعنا عدد المولات اذا 8% مول على طالب ثاني بيجي بيطلعها بطريقة ثانية يقولك استاذ لو هاي عملتها 4 ضرب 10 قوة سالبة 2 ضرب 2 8 ضرب 10 قوة سالبة 2 نقصها 8% 0.08 مول طلعنا مين؟ طلعنا عدد المولات اذا من خلال هذا القانون يا قلبم يا حياتم يا جنم بتطلع عدد المولات الان شو بده؟ الماس بده الماس هلا باجي لقانون عدد المولات بشو عبارة الكتلة على الكتلة المولية؟ صح ولا لا؟ طب لو بدنا الكتلة شو بتعمل؟ ضرب تبع دولي تضرب عدد المولات ضرب الكتلة المولية تمام عدد المولات كم؟ 8% هاي 8% 0.08 ضرب 108 شو بتطلع معك الجوب؟ تعال على جنب اضرب هاي بطريقة امرأة تبه هيك تلا؟ 8 ضرب 10 قوة سالبة 2 المية وثمانين المية وثمانين عبارة عن 18 ضرب 10 قوة 1 تمام؟ قدره 18 بـ 8 هاي باجي على جنب هاي 18 ضرب 8 64 وثمانية زائد 6 عبارة عن 14 14 14 هاي 100 و44 ضرب 10 قوة سالبة 1 لاحظ أن الأسس عنده الضرب تجمع الأسس عنده الضرب ايه؟ تجمع سالبة 2 وموجب 1 سالبة 1 والوحدة ايش؟ اقرام إذا ممكن أحكي 1.44 جرام بصيغة ثانية بصيغة ايش؟ ثانية هيك أنا حسبت كتلة السكر الموجودة في 2 لتر المولورتي 4% مولر الكتلة المولية لـ C6 H12 O6 180 جرام لكل مول أوكي؟ تمام؟ هاي موضيع ايش؟ للتركيز طبعا بدنا نأخذ بعد ما خلصنا التركيز وهذا اللي بدية الأفكار هاي الثلاث واطقوا سؤال إضافة هاي صاروا أربعة هاي الأفكار الرئيسية اللي بهمني في مين؟ في درس التركيز بس بالتوجيه نتطور أكثر من دخل المواضيع وحسبات جديدة في المنهاج الجديد إن شاء الله تعالى نيجي لموضوع الجدول الدوري هلا أنا الجدول الدوري بهمني وين؟ بهمني تعرفوا بالوحدة إنت أكسدوا الاختزال على خير وسلامة إن شاء الله تعالى هلا الجدول الدوري الحديث يحتوي على مي وثمنتعشر عنصر مي وثمنتعشر أوكي؟ طيب اللي بهمني تعرفوا وتفهموا وتكون متيقن إلو لما يجيك أي عنصر ونبدأ بالهي بروتين لازم تعرف أربع شغلة أول شي رمزه السيمبل الاتميك نامبر بكون هون الاتميك ماس بكون تحت واسمه يعني لابد هلا في عناصر الطلاب بتواصل أستاذ هل إحنا لازم نحفظه؟ لا أستاذ أنا ما طالب يسمعني زي هيك بفكر إنه عالم هذا الطالب يعتقد نفسه إنه ماركو الدوري قدوا الكلابها سريعة أكيد كل طالب كتابه الكيميا دوما فيه إنه جدول دوري هذا الجدول جبت لك بسيط بس تتعرف إنه إحنا عنا مية وثمانتعشر عنصر موجودين تمام تتعرف على الشغلات هاي فقط وتتعرف على بعض المعلومات إليه هاي هلأ الجدول الدوري تترتى ترتيب للعناصر حسب التيزايد في العدد الكتلي قدنا العدد الكتلي طيب يحتوي على مجموعات طب كم مجموع عنا ثمانية مجموعات الخط العمودي في الجدول الدوري حكيت عنه وعشرت إليه قبل شوي مجموعات الدورات طب خط أفقي كم دورة مجموعة موجودة عنا سبعة أرجيكي إياهم تابع عليهم هاي الدورات يا شباب هاي هاي الدورات يا صبايا يا شباب هاي هيك واحد ثنين ثلاث يعني نحكي مثلا الليثيوم موجود في المجموعة الأولى الدورة الثانية البيريريوم المجموعة الثانية الدورة الثانية المغنيسوم المجموعة الثانية الدورة الثالثة الكالسيوم المجموعة الثانية الدورة الرابع المثلا المنغنيز المجموعة طبعا هاي تسمى عناصر انتقالي عناصر إيش انتقالي يسميها translation هل راح ندرسها طبعا أستاذ راح نتعرف على هاي العناصر وعلى شحنة بعض العناصر بش بش كلهم عشان الطلاب يعني يخكوا أستاذ هل هذا كله راح يمر معنا لا أستاذ هذا إن شاء الله اللي بيدرس لقدام بالجامعة وبيدرس دراسات عليا يمر معاه كل هذا الشي طيب الآن أسماء لمجموعات مهمة طب إيش حين حكيت مجموعات مهمة يعني بتهمني بالتوجيه بتهمني وين بالتوجيه هل المجموعة الأولى بسميها القلوية الشحنة تبعتها plus one أمثلي عليها هذا مش كلهم بهمني في التوجيه الصوديوم أنئي الليثيوم الآي البوتاسيوم هاي المجموعة الأولى بهمني هذول بس ورح تتعمق تمام فيهم الثلاث بمرحلة التوجيه القريبة جدا إن شاء الله تعالي الثاني تسمى قلويات ترابيه الآن القلويات الترابيه يعالم عبارة عن شحنتها موجب ايه موجب اثنين مثل مين الباريوم البريريوم الماغنيسيوم والكالسيوم شحنتها موجب اثنين تسمى قلويات ترابيه أما الثالثة بلاس ثري بهمني ثنتين البورون والألمنيوم أما الخامسة الفسفور والنايترو جي احفظ لي هذول بس السادسة الأكسجين والكابري طبعا لما نحكي الشحن سالب اثنين أو سالب ثلاثة طبعا في عنا حالات استثنائية هل الأكسجين غالبا ما يكون سالب اثنين لكن في مركبات رح نتعرف عليها بالتوجيه بتكون سالب واحد بتكون موجب اثنين بتكون موجب واحد بتكون صفر هذا لقدام لوحدة التأكسج والاختزال الهالوجينا الهالوجينات بهمني أربع فلور يود كلور وبرون سالب واحد في حالته الطبيعية أما الفلور دوما سالب واحد دوما إيش سالب واحد هذا لقدام بس نأخذ إن شاء الله تعالى موضوع الكهروسالبي وسنيجي بالتأكسج والاختزال أيضا بنتعمق في موضوع الاعداد التأكسج أو الشحنة الموجودة أمانكم لكن كلامها بسيطة اعرف لي هذول الستة هل مجموعة ثام من الغازات النبيلة ما علنا فيها أبدا ما علنا فيها إيش أبدا طيب نيجي لي بعض التقسيمات للجدول الدولي عشان تكون حصة خفيفة لطيفة رح نأخذ بعض التقسيمات الآن رح أقسمهم إلا في الزات لا في الزات أشبه في الزات وأنا متأكد مر معكم هذا الشيء بصفوب سابقة لكن من باب التأسيس من باب العلم لما أسسك بأخذ مادة الثامن العلوم والتاسع كيميا والعاشر والأول تنوب أطلع لك بالزبدة هاي هي الزبدة ذلك الدولي صح مليانة معلومات مليانة شرح رح نطول فيها تمام عشان بس تفوت على التوجيه تفوت وإنت مرتاح مش عندك قلق من المادة يوقع أستاذ إن شاء الله يعني ببالي خطة خطة خرافية لأي طالب إن شاء الله تعالى يلتعق معنا تمام مع الأستاذ بهابوهير في موقع وتد التعليم في التوجيه لن أتوانى إنه أوسطك للفول مارك كالأجيال السابقة إن شاء الله تعالى لما نحكي فيلزة الآن يا علماء الفلزة عشو حنا دوما إلها إيه موطبة رحنتها بوزاتف يعني عناصر بسرئلها فقد عملية فقد للإلكترونة هاي يعني أنا بدي تفهم لي هذول النقاط اللي هي كمعلومات عن الفلزة جميع عناصرها صلبة تمام بس نثناء الزبق سائل الزبق رمزه كله عبارة عن مين عن صلب توجد على الشكل ذرات أحدية كيف يعني يعني كي أن أ إل آي سي أ أم جي إن آي سيو هاي فيلزة ذرات أحدية لحالها يعني ذرات أحدية لحالها يعني مثلا ما موجود عندنا أو أو ثري أو أس إيت أو بي فور تمام هاي الزر هاي العناصر تمام لا تأتي منفردة تيجي زيئات تيجي زرات متعددة لكن هاي تيجي لحالة أم جي لاحظ لحالة ذراء أحدية منسميها هي عناصر المجموعة الأولى والثانية والثالثة بشكل خاص والعناصر الامتقالية اللي هم عناصر A و B في الجدول الدوري اللي كان لونهم أصفر قبل شوي تمام طيب إذن عناصر المجموعة الأولى والثانية والثالثة هذول منسميهم في الزات طبعا في صفات تلفل الزات أنت لازم تكون تعرفها يعني ما حليلها موصل للتيار كهربائي قابل للطرق و في عندها لمعان تمام هاي بعض الصفات ما بتهمني كثير في مادرة التوجيه بهمني هذول برطو في وحدة التأكسد والاختزال طيب نيجي لل لللافل الزات اللافل الزات عناصر جحنتها سلبة عناصر بسريرها كسب للإلكترونات غالبا توجد على شكل ذرات ثنائية غالبا توجد على شكل ذرات ثنائية أو نحكي متعددة الزرات مدام في غالبا معنات المتعددة حالة موجودة لكن إس ثنائية يعني قليل موجود منهم غالبا لا توجد على شكل ذرات أحدية مثل الآي تو هذا ما له هاي جزيطنا مثل الس ايت الكبريت مثل البي فور الفسفور مثل الكلور سي أل تو مثل الأو تو هذول يسميهم لافل الز فلازم أنك تكون ايه فاهمهم وعارف أنه هاي العناصر هي عناصر لافل الزية لا ايش لافل الزية أما أشباه الفل الزية هناصر تشترك ببعض صفات الفل الزية وبعض صفات اللافل الزية يعني ممكن تيجي سالبة ممكن تيجي موجبة ممكن تفقد إلكترون ممكن تكسب إلكترون ممكن تيجي جدار روحة ممكن تأتي إيش متعدد تمام أوكي طيب بهمني تركز لي على الفلز ولا فلز بهاي الصفات أوكي ضروري جدا حصة اليوم اتلخصها وتنتشر في كل مكان على التليجرام على الفيسبوك على جروبات الواتساب على جروب موقع وقت التعليم على جروب الخاص تمام وأي طالب لا يتوانى بأي سؤال أي معلومة تمام إنه يبعث على رقم الطلاب على الواتساب وراح ينجاوب إن شاء الله تعالى أولا نضيبكو على جروبات طلاب الجديد انشر هذا الرقم في المدرس خلي كل الطلاب تستفيد هاي دوسية اللي ما قدر يحصلها من مكتبة وراح نبعث دفعات خامسة خمس دفعات بعثت للمكتبات بحيث إن شاء الله والحمد لله رب العالمين الكمية وهي الدوسية الأكثر توزيعا فضل الله عز وجل في مملكة فضل الله الطلب عليها كل سنة كبير وأكثر دوسية موجودة في كل مكتبات مملكة ما لقيتها أستاذ ابعت لهذا الرقم ابعت لكيها بدافة تروح على المكتب يطبع لكيها بشكل مجاني إن شاء الله تعالى تمام الآن يا علماء ويا عالماء بديميكو سؤال هذا السؤال روح نحله المرة الجاية ورح أشوف الهومورك هذا الهومورك رح يكون مع التلخيص مع إيش مع التلخيص معلومة إننا ست مواد بدك تصنف لي إياهم بجدول فلز زمان لي هون فلز وهون لا فلز وتصنف لي إياهم هاي ومسك أوكي معلومة الأسبوع القادم عنا إيكوز عنا إيش إيكوز نومبر ون في الثلاث حصص اللي أخذناه الحصة الأولى والثانية والثالث رح أكون فيكوز عبارة عن أشهر أسئلة يضع دائرة بحيث إنك تفوت وأشوف اسمك وعلامتك وأشوف هون غلطت على الموقع ليه؟ عشان أشوف كمية الاستفادة وزي ما بحكي دوما إنما العلم بالتعلم بدأ يشوف خطأك أنت بتشوفه بتشوف الصح بعدين بتتعدله وهيك إحنا بنتعلم بطريقة سليمة ما في تلقين ما في حفظ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم دوما التفوق والإبداع في هاي السنة وإن شاء الله تعالى تكون سنة خير يجيل 2005 الله يعطيكم العافية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته